أهلا بكم لا يوجد سر في تعلم اللغات الأجنبية تريد أن تتعلم اقرأ اقرأ واستمع لكن في البداية يجب أن تقرأ كثيرا لأن عند الاستماع لا يوجد لك وقت لفهم ما يقال تحتاج إلى رصيد لغوي كبير وهذا الرصيد اللغوي والكلمات ستتعلمها انطلاقا من القراءة وليس حفظ الكلمات ومن الأفضل أن تقرأ في البداية على الحاسوب لأن الحاسوب يمكنك من ترجمة الكلمات بشكل سريع مثلا هذا مقال على موقع VOA طبعا في البداية لن تفهم كثيرا لكن يمكنك إضافات جوجل ترانزليشن أو ترجمة جوجل وتترجم في نفس الوقت مثلا يمكنك ترجمتها بهذه الإضافة ثم اعتقال أكثر من مئتين شخص وهذه هذا هو النطق باللغة الإنجليزية أضف هذه الإضافة سأضع رابط الإضافة تحت الفيديو وقرأ اقرأ كثيرا لا تحفظ الكلمات استمر في القراءة واستمثع وتعلم وفي نفس الوقت ستتعلم لغة الإنجليزية سنشرح هذا المقال المئات تم اعتقالهم في مظاهرات احتجاجات مستمرة في بيلاروسيا ضد الرئيس الذي استمر حكمه لمدة طويلة long time يعني مدة طويلة long time جاءت من long طويل what time الوقت long time وقت طويل president رئيس الرئيس حكمه لمدة طويلة detained أو detain يعتقل detain يعتقل مستمر يحدث الآن ongoing protests احتجاجات بيلاروسيا روسيا البيضاء hundreds detained in ongoing بيلاروس protests against long time president more than two hundred people have been arrested a rights group said sunday as بيلاروسians continued to protest long time president alexander لكاشينكو in mint قالت مجموعة حقوقية يوم الاحد rights group rights group مجموعة حقوقية يعني rights تاني الحقوق حقوق الناس بان اكثر من مئتي شخص تم اعتقالهم more than more than اكثر من two hundred people have been arrested have been arrested تم اعتقالهم have been arrested a rights group said sunday as بيلاروسians continued to protest في الوقت الذي يستمر فيه البر از تعني في الوقت الذي يستمر فيه البيلاروسيون بالاحتجاج continued continued استمر to protest to protest في الاحتجاج long time president alexander لكاشينكو in minsk الرئيس اللي استمر حكمه المتطويلة alexander لكاشينكو في minsk مدينة minsk thousands of people took to the streets to demand لكاشينكو's resignation الالاف من الناس خرجوا للشارع took to the streets took to the streets خرجوا للشارع للتظاهر هذا هو المقصود بالعبارة took to the streets ليطالبوا باستقالة لكاشينكو to demand لكاشينكو's resignation resignation الاستقالة resignation resignation according to rights watchdog visna 96 205 people have been taken into custody وحسب منظمة مراقبة حقوق الإنسان visna 96 visna 96 اسم المنظمة وrights watchdog منظمة مراقبة حقوق الحقوق ان watchdog تعني منظمة تراقب تراقب حقوق حسب الصياق وتراقب جودة منتجات في مصنع مهم watchdog تعني منظمة مراقبة 205 people have been taken into custody مائتين وخمسة أشخاص تم اعتقالهم custody تعني الحجز والاعتقال custody في هذا الصياق تعني الحجز والاستقال taken into custody اعتقل had been taken into custody لاحظ هنا تم استخدام past perfect had been taken هذين الفعلين هما فعلين مساعدين لأننا هنا نتحدث عن فعل وقع قبل قبل كلام هذه المنظمة فمنظمة قالت كلاما ونستخدم past simple للتحدث عن الكلام الذي قالته لكن الحدث الذي تحدثت عنه هذه المنظمة وقع قبل التقرير الذي أصدرته despite activists efforts to decentralize protests in hopes of evading police يعني سمعتقالهم على الرغم من جهود النشطاء لتحقيق اللامركزية في الاحتجاجات على أمل تجنب الشرطة despite 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 على الرغم activists efforts activists efforts جهود النشطاء to decentralize protests إضفاء اللامركزية على الاحتجاجات لأن center center هو المركز centralize يركز decentralize يزيل المركزية لا يجعل له مركزا فهم ألغوا مركزية الاحتجاجات لا تتم إدارة هذه الاحتجاجات من مكان واحد لتجنب والتهرب من الشرطة in hopes بأمل أو على أمل of evading police للتهرب من الشرطة evade evade يتهرب من سنعيد قراءة الفقرتين مور than 200 people have been arrested a rights group said Sunday as Belarusians continued to protest long-time president Alexander Lukashenko in Minsk thousands of people took to the street to demand Lukashenko's resignation according to rights watchdog Visna 96 2005 people had been taken into custody despite activists efforts to decentralize protests in hopes of evading police